اشتركوا في القناة من الملائكة والناس أجمعين وتوعدهم بأقصى أنواع العذاب وأغلذ ألوانه قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين جحدوا الإيمان وكتموا الحق واستمروا على ذلك حتى موتهم أولئك عليهم لعنة الله والطرد من رحمته وعليهم أيضا لعنة الملائكة والناس أجمعين خالدين في اللعنة ودائمين في النار لا يخفف عنهم العذاب بل هو عذاب دائم شديد مستمر ولا هم ينظرون ولا يمهلون لأن وقت الإمهال قد انتهى ولا يوجد لهم معذرة يعتذرون بها ولا ينظر إليهم نظرة رحمة ورضى ولطف كما ينظر الله عز وجل لعباده الصالحين هل يعقل أن نقرأ مثل هذه الآيات ولا نبذل أقصى قصار الجهد لنهرب من دائرة الكفر خالدين في اللعنة والعذاب والنار خلود أبدي سرمدي خلود لا نهاية له قد يقول قائل بل يموتون من شدة العذاب لا أتدري لماذا لأن الموت سيموت قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأاه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول وهل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأاه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت لا يخفف عنهم العذاب ما عندهم شي ويك اند بل عذاب أليم صرمدي لا ينقص ولا يقل سيقول أحدهم لا تخافوا وحتى إن مات الموت فنحن لا نخشى العذاب لأن الأعصاب ستحترق مع احتراك الجلد كلا أتدري لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أجاب عليك إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما ولا هم ينظرون فيعتذرون ولا هم ينظرون بل إلى العذاب الأليم يساقون فأهل النار إذا استمهلوا لا يمهلون وإذا استغاثوا لا يواثون وإذا استغفروا لا يغفرون نعوذ بالله أن نكون من أهل النار ولا هم ينظرون نظرة رحمة وعطف وشفقة ولماذا ينظر إليهم وقد هانوا على الله فهل نظروا إلى هذا الكون العظيم الممتد الأطراف وما فيه من دلائل على وجود خالق عظيم لهذا الكون هل نظروا إلى الخلق كيف خلقت وكيف تنوعت وهل أبصروا ما في أنفسهم من أعجاز هل نظروا في كتبهم وما فيها من بشارات لنبي آخر الزمان له صفات ونعت يتفق مع صفات ونعت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هل نظروا إلى كتبهم وما فيها من ضلال وإضلال أيعقل أن سيدنا هارون عليه السلام هو من يصنع العجل الذهبي ليعبده بني إسرائيل أيعقل أن يصارع يعقوب عليه السلام الله عز وجل وينتصر عليه هل نظروا إلى القرآن الكريم وما فيه من معجزات وبراهين والإجابة على كل هذا معروفة لا لم ينظروا فكان الجزاء من جنس العمل ولا هم ينظرون جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة